أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن البلاد تشهد حالة من التقس البارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية من المتوقع أن يشهد اليوم فرص السقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بداية من اليوم تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وهطول لأمطار خفيفة وانخفاض أيضاً في درجات الحرارة توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون التقس غداً غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة صباحاً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة ورطب ليلاً على بعض المناطق السحلية رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وفي الأردن كشفت دائرة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم موضحة أن الأجواء بريدة جداً وغائمة جزئياً في أغلب المناطق حذرت دائرة الأرصاد من خطر تشكيل السقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وإلى العراق فمن المتوقع سقوط أمطار في عدد من المدن العراقية خاصة على المناطق الوسطى والجنوبية اعتباراً من اليوم من المتوقع أيضاً أن تستمر الأمطار على مدار الأسبوع وأوروبياً في ألمانيا نتوقع أن تشهد جو غائم كلياً في ساعات النهار بينما يكون الجو به ضباب خفيف في الليل وفي إيطاليا درجات الحرارة تكون متدنية للغاية في ساعات النهار كما تشهد تقس شديد البرودة في الليل أما فرنسا ففي باريس بيكون الجو شديد البرودة في ساعة النهار وفي الليل متوقع سقوط أمطار ثلجية تستمر حتى منتصف الليل والآن نتعرف على درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر